نتعرف على نشر الأسطوانة لدينا أربعة وجوه في الوسط واحد في الأعلى واحد في الأسفل هذا نشر المكعب أعلى أسفل يصار يمين أمامه وراء ولا نحرك المكعب ونحن نقوم به عدي الوجوه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم إن شاء الله حصتنا البنائية ستكون مع الدرس الواحد والعشرون من دروس المستوى الثاني المجسمات الأهداف تعرف المكعب ومتوازن مستطيلات والأسطوانة والهرم ونشرها سنبدأ على بركة الله يتم تذكير المتعلمين بمكتسباتهم السابقة حول الأشكال الهندسية التي تعرفوا عليها هناك نوعين النوع الأول هو المضلعات المضلعات هي أشكال هندسية تحتوي على أضلع منها المربع والمستطيل والمتلت من خصائص المربع أن له أربعة أضلع متقاييسة أربعة زوايا قائمة وأربعة رؤوس المستطيل له أربعة أضلع ضلعان كبيران متقابلان ومتقاييسان وضلعان صغيران متقابلان ومتقاييسان له أربعة زوايا قائمة وأيضا له أربعة رؤوس والمتلت من خصائصه أنه له ثلاث أضلع ثلاث رؤوس وثلاث زوايا إذن هذا هو النوع الأول من الأشكال هندسية التي تم التعرف عليها وهناك النوع الثاني وهو المجسمات المجسمات هي أشكال في الفضاء تحتوي على مضلعات أو تتكون من مرضلعات تتكون من مربعات ومستطيلات وهناك مجسمات تتكون أو تحتوي على متلتات إذن ما هي أنواع المجسمات التي تعرفنا عليها في المستوى الأول هناك مجسمات قابلة للتضحرش ومجسمات أخرى غير قابلة للتضحرش أو نقول أنها قابلة للإنزلاق إذن ما هي المجسمات القابلة للتضحرش هناك الكرة المخروطي والأسطوانة إذن ما هي المجسمات الغير قابلة للتضحرش أو القابلة للإنزلاق نجد المكعب متوازل مستطيلات والهرم وفي هذا الدرس سوف نقتصر على دراسة خصائص ونشور كل من الأسطوانة المكعب متوازل مستطيلات والهرم فلنبدأ على بركة الله الآن نمر إلى التعرف على المجسمات كشكل وخصائص مثلاً نعرض أمام المتعلم مجموعة من المجسمات بالنسبة للوسائل يمكننا أن نقوم بإنشائها أو نعتمد على بعض الأشياء المتوفرة لدينا أو نعتمد على العلب الخاصة بالأدوية بالشاي بالسكر فنعطي مثلاً 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 هنا لدينا مثلاً هذه العلبة إذن أنا اعتمدت هنا على العلب الخاصة مثلاً بالأدوية هنا قمت بصنح المكعبات انطلاقاً من نشورها وهذه بعض الأجسام المتوفرة هنا مثلاً مثلاً نعمل المكعب ريبكو ما إلى غير ذلك هذا بين قوسين أن ننطلق إلى الدرس نطلب من المتعلم أن يقوم بتصنيف هذه المجسمات حسب المطلوب لدينا مثلاً المكعب إذن نصنف بين هذه المجسمات المكعب لدينا هذا المكعب هذا المكعب مثلاً إذن هنا لدينا مكعبين متوازل مستطيلة إذن أين هو متوازل مستطيلة هذا الشكل هو عبارة عن متوازل مستطيلة الهرم إذن لدينا هذا هرم هرم هنا لدينا هرمات جيد ثم بعد ذلك نقوم بأخذ أحد المكعبات نبدأ بعدد الوجوه حساب كالتالي أعلى أسفل يمين يسار أمام وراء إذن 1 2 3 4 5 6 إذن هنا لدينا 6 وجوه الرؤوس كذلك نبدأ دائما من الأعلى 1 2 3 4 5 6 7 8 ولا نحرك المكعب ونحن نقوم بعدي الوجوه إذن يبقى ثابتا إذن لدينا هنا 8 رؤوس الحروف إذن نفس الشيء المكعب ثابت في الفضاء ونحن نقوم بالعد ونبدأ من الأعلى 1 2 3 4 نمر إلى الوجوه الجانبية 5 6 7 8 ثم الأسفل 9 10 11 12 إذن 12 حفا الآن مع متوازي المستطيلات كما قلنا أعلى أسفل يسار يمين أمام وراء 1 2 3 4 5 6 أيضا 6 وجوه الرؤوس بنفس الطريقة 1 2 3 4 5 6 7 8 8 رؤوس عدد الأحروف أو الحروف إذن 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 إذن 12 حرفا هنا نلاحظ الهرم لدينا نوعين من الأهرامات أهرامات نأخذ النوع الأول ونبدأ الحساب إذن عدد الوجوه لا يوجد لدينا وجوه في الأعلى إذن مباشرة الوجوه الجانبية 1 2 3 4 والقاعدة يعني الوجوه الذي في الأسفل يسمى القاعدة الآن لدينا 5 إذن النوع الأول له 5 وجوه عدد الرؤوس الرأس بالأعلى 1 2 3 4 5 أيضا 5 رؤوس عدد الحروف 1 2 3 4 5 6 7 8 8 حروف النوع الثاني من الهرم هنا الوجوه الجانبية 1 2 3 والقاعدة هي الرابعة إذن أربعة وجوه وهذا يسمى برباعي الوجوه نوع من أنواع الأهرامات يسمى رباعي الوجوه عدد الرؤوس عدد الرؤوس 1 2 3 4 أربعة رؤوس الحروف 1 2 3 4 5 6 6 أحروف أو 6 حروف بالنسبة كل من المكعب المتوازن ومستطيلات فلهما نفس الخصائص لهما نفس عدد الوجوه نفس عدد الرؤوس ونفس عدد الحروف الهرم هناك نوعا هناك هرم يحتوي على خمس وجوه وهرم آخر يحتوي على أربعة وجوه الآن سوف ننتقل إلى نشور هذه المجسمات والتعرف على شكل الوجوه الآن سوف نمر للتعرف على شكل الوجوه انطلاقا من نشورها مثلا لدينا هنا المكعب سوف نقوم بنشر هذا المكعب إذن فنرى كيف هي وجوه هذا المكعب إذن نلاحظ أن وجوه المكعب الستة كلها عبارة عن ماذا؟ عن مربع الآن سوف نمر لمتوازي المستطيلات كذلك سوف نقوم بنشر هذا الشكل المجسم كيف هو شكل وجه متوازي المستطيلات إذن نلاحظ أن لدينا وجوه الجانبية كلها على شكل مستطيل كذلك القاعدتين أو الوجه الذي يوجد في الأعلى والوجه الذي يوجد في الأسفل أيضا عبارة عن مستطيل وهناك نوع آخر من متوازي المستطيلات إذن هنا سوف نقوم بالنشر فنرى أن وجوه الجانبية على شكل مستطيل لكن القاعدتين الوجه الذي يوجد في الأعلى ووجه الذي يوجد في الأسفل عبارة عن مربع إذن إما نقول النوع الثاني لمتوازل مستطيلات له أربعة وجوه على شكل مستطيل ووجهان على شكل مربع أو نقول شكل وجوهه مستطيل ومربع النوع الثاني أربع مستطيلات ومربعين الآن سوف نمر إلى الهارم النوع الأول من الهارم كما ترون الذي يتكون من خمس وجوه سوف نقوم هنا بنشره فنجد وجوهه كيف هي إذن القاعدة على شكل مربع والوجوه الجانبية على شكل متلت النوع الثاني من الهارم وقلنا نسميه برباع الوجوه لأنه يحتوي على أربعة وجوه إذن فنرى هنا أن جميع وجوهه على شكل متلت بما فيها القاعدة ونكتب إذن كتبت جميع وجوهه على شكل متلت أو يمكن أن نختصر فقط شكل الوجوه متلت إذن مع المرحلة الثانية تعرف نشور المجسمات سوف نعطي بعض الأمثلة الخاصة مثلا بالمكعب نتعرف على نشر لمكعب أو متوازل المستطيلات بطريقة سهلة جدا أولا أن يكون في الوسط أربعة وجوه واحد في الأعلى واحد في الأسفل أربعة وجوه في الوسط واحد في الأعلى واحد في الأسفل كيفما كان المكان الوجه الذي في الأعلى والذي في الأسفل سوف نعطي أمتلا إذن لدينا أربعة وجوه في الوسط واحد في الأعلى واحد في الأسفل هذا نشخل مكعب أربع وجوه في الوسط واحد في الأعلى و واحد في الأسفل نشر لمكعب هذا نشر لمكعب هذا نشر لمكعب لكن إذا وضعت مثلا وجهين في الأعلى هل هذا نشر لمكعب؟ خطأ هذا ليس نشر لمكعب إذا فعلت مثلا هنا هل هذا نشر لمكعب؟ لا إذن نقول أربع في الوسط القاعدة القاعدة في الأعلى وقاعدة في الأسفل إذن هذه الطريقة للتعرف على نشور المكاعد كذلك ومثال بالنسبة للنشور الخاصة بمتوازي المستطيلات مثلا نجد المتوازي المستطيلات التي جميع وجوهي على شكل مستطيل نفس الشيء إذن أربعة مستطيلات في الوسط واحد في الأعلى واحد في الأسفل كذلك ومثال بالنسبة لمتوازي المستطيلات الذي له قاعدتان على شكل مربع نفس الشيء أربعة مستطيلات في الوسط واحد في الأعلى واحد في الأسفل هنا السؤال هل هذا نشر لمتوازي المستطيلات؟ نعم هل هذا نشر لمتوازي المستطيلات؟ لا يجب أن يكون واحد في الأعلى واحد في الأسفل أربعة وجوه في الوسط هل هذا نشر لمتوازي المستطيلات؟ نعم هل هذا نشر لمتوازي المستطيلات؟ نعم هل هذا نشر لمتوازي المستطيلات؟ نعم هل هذا نشر لمتوازي المستطيلات؟ لا هل هذا نشر لمتوازي المستطيلات؟ لا إذن القاعدة تقول أربعة وجوه في الوسط واحد في الأعلى واحد في الأسفل مستقبلا سوف نقول وجوه جانبية وقاعدة في الأعلى أو القاعدة العلوية والقاعدة السفلة نفس الشيء بالنسبة لمتوازي المستطيلات الأخر بالنسبة للهرم كما قلنا لدينا نوعين إذن القاعدة هو الشكل الذي يوجد في الوسط إذن هنا نجد على شكل مربع وهنا نجد على شكل متلت والوجوه الجانبية على شكل متلت بالنسبة للأسطوانة كما نرى كمجسم فهي لا تحتوي على رؤوس ولا تحتوي على حروف لكنها تحتوي فقط على وجهين وهما القاعدتين إذن وهذه القاعدتين عبارة عن دائرة هذا الشيء هو الذي يسمح لها بالتدحرج الآن سوف نتعرف على نشر الأسطوانة هي على هذا الشكل إذن تحتوي على وجهين على شكل دائرة وهما القاعدتين كخلاصة بمسبة للأسطوانة فهي تحتوي على قاعدتين على شكل دائرة وعند نشرها فهي تتكون من مستطيل ودائرتين وبذلك نكون قد أنهينا حصتنا البنائية لهذا الدرس إلى درس جديد نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر